بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن الله عز وجل لو أحبك حلت جميع مشاكلك في الدنيا والآخرة لأن ربنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحاليس القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل النوافل اللي هي الطاعات اللي غير الواجبية غير الفروض يعني حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وعينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لا أعطينه ولا إن استعاذني لا أعيدنه والحقيقة ربنا عز وجل جميل وقريب وهو أرحم الراحمين ربنا صلى الله عليه وسلم يحب عباده الصالحين هو يتولاهم برعايته ورحمته وكرمه ربنا عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولي الذين أمنوا يعني يتولاهم برعايته ورحمته وكفالته وحمايته فيسر لهم كل أبواب السعادة في الدنيا والأخرة وربنا عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أأنسى ومؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كيف نحقق محبة الله في أعمال معينة تسبب محبة الله عز وجل إلينا أهم هذه الأعمال وأعظمها مصاحبة القرآن الكريم الحقيقة القرآن الكريم دي من أعظم نعم الله عز وجل إلى الناس القرآن العظيم الحقيقة يقول ربنا سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه والتقو لعلكم ترحمون بركة هذا القرآن العظيم لما تفتح المصحف وتقرأ في كتاب الله اعلم أنك مع الله حديث الحقيقة العظيم جدا يقول إن طرفه بيدكم وطرفه بيد الله أنت مع الله سبحانه وتعالى يتولاك برعياته ورحمته وكرمه والحقيقة إن من أعظم الطعاط السهل على اللسان والسهل على الإنسان هو تلوث القرآن يقول النبي محمد صلى الله من قرأ حرف من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشرة مثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ويم حرف سبحان الله يعني من جرد تقول ألف لا ميم تقول 30 حسنة ومن تقرأ صفحة ألاف من حسنات طبعا لما تقرأ ربع ساعة من القرآن عشرات الألاف طبعا قرأت ساعة مئات الألاف ذكر أن أحد الصالحين وهو في سكرات الموت جاءت ابنته تبكي وهي حزينة فقال لها لا تحزني على آباك فإني والله قد أعددت عدتي لهذا اليوم وللقاء الله وقت طلع الروح ماذا قال يقول لقد أعددت لهذه اللحظة أربعة آلاف ختمة من القرآن الكريم يعني خاتم القرآن أربعة آلاف مرة تسأل نفسك سؤال كم مرة ختمت القرآن الكريم خاتمته مرة مرتين تختمه في رمضان فقط مرة واحدة تختمه كل شهر هذا الشيء الطيب والجميل والطبيعي وأقل حاجة تختمه كل شهر أو تختمه كل أربعين يوما وكان معظم الصحابة روضان الله عليهم يختمون القرآن في أسبوع يعني الشهر يمر عليهم يختمون القرآن أربع مرات والحقيقة أني قرأت القرآن هداية الحقيقة ولكي نعرف الله عز وجل كما ذكرنا قبل ذلك أن معرفة الله عز وجل تؤدي إلى محبته هي بتلاوة القرآن الكريم فهي خير وسيلة للتعرف على الله عز وجل التوحيد ومعرفة الله عز وجل هو معظم آيات القرآن تتمحور حاولين الله سبحانه وتعالى وصفاته والحقيقة معظم العاقلين والعلماء والمفكرين عالميا الذين دخلوا الإسلام عشان حاجة واحدة بس لمعرفة الله عز وجل هذا الإله في الإسلام الذي ركز عليه القرآن الكريم في علم التوحيد يعرفنا بالله عز وجل خير تعريف أنه سبحانه وتعالى العظيم أنه سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير والقرآن الكريم الحقيقة هداية الإنسان مستحيل سيعيش في هذه الدنيا بآلامها وجروحها ومواجعها وأعدائها ده الإنسان له أعداء من الشيطان وأعداء من الإنس والحاقدين والنفس البشرية عدوك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي سبحانه النفس لا شعور لأن خلق الإنسان ضعيفة ومن شر الشيطان وشركة ومن شر كل دابة أن تأخذ من نصيتها لن تسلم في هذه الدنيا بذول موابع وألام ومتاعب إلا بمصاحب القرآن الكريم والحياء ربنا عز وجل كرم الإنسان أعظم تكريم خلقه بيده ونفق فيه من روحه وسخره الدنيا كلها وعلمه الأسماء كلها وأعطاله العقل والإبداع والتفكير وأمر الملائكة أن تسجد له فلماذا بعد هذا التكريم العظيم لماذا يعيش في ألام ومواجه ليه لأنه ترك المنهج الذي به يستكمل نعمة الله الله عز وجل خلقه بيده ونفق فيه من روحه وعطاه العقل والإبداع وعلم أدم الأسماء كلها وسخر له الكون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه طب لماذا يعيش الناس في مواجه لأنهم بعيدين عن طريق الله عن القرآن الكريم وعندما تقرأ القرآن الكريم الحقيقة يأتي للقلب الهداية ودي أهم حاجة تتحقق الهداية بالتأمل والتدبر في كلام الله عز وجل ربنا عز وجل يقول عن كتاب العزيز قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرن وهو عليهم عما فالقرآن الكريم يحقق للقلب هدايته بالتعرف على الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم بيعيش حقائق بأهامة جدا نقفل عنها حقيقة اليوم الآخر لما تقرأ القرآن الكريم في مثلا وصف نار جهنم وصف الجنة أو أهل النار أو أهل الجنة كما لو كنت تعيش اليوم الآخر حقيقة بتعبير عظيم جدا كلام الله صلى الله عليه وسلم إنه كلامه وحديثه وقطابه والحقيقة يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه من ابتغى الهدى في غيره أرى الله الله لو ابتغيت طريق الهدى والسعادة والرشاد غير كتاب العزيز سيدلق الله صلى الله عليه وسلم لأنه خير سبيل وهو هذا المنهج الذي يستطيع الإنسان أن يسير في النور لأنه القرآن بيخرجه من الظلمات إلى النور ظلمات الجهل وظلمات الحقد وظلمات المواجع وظلمات النفس البشرية وظلمات أعداءك من الإنس والجن كل ذلك هو مصاحبة القرآن العظيم بما فيه من الخير والبركة والنفعي إن شاء الله القرآن الكريم هو ربيع القلوب سبحانه وتعالى كان بالدعاء المأصور اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ربيع القلوب راحة وأمان وسعادة وشفاء القلوب الحقيقة لن يشفى هذا القلب ولن يستمتع إلا بالقرآن الكريم والحقيقة أن أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته يستمتعون بذلك وأنت إن لم تجد متعة في تلوى القرآن الكريم فلابد أن تراجع قلبك حقيقة بجد سلس أشياء كما ورد عن أهل السلف إن لم تستشعر بمتعة فينبغي أن تراجع هسابات قلبك مع الله سبحانه وتعالى أول حال قراء القرآن الكريم ينبغي أن تستمتع به وذكر الله عز وجل والصلاة وأهل القرآن الكريم هم أعظم الناس عند الله عز وجل إنهم أهل الله وخاصته كما قال النبي محمدaler . إن الله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قالهم أهل القرآن الكريم أهل الله وخاصته وأهل القرآن الذين يصاحبون القرآن الكريم بكثرة التلاوات والعمل به أهم حاجة العمل بالقرآن لأنه سيأتي يوم القيامة القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به فيحاج القرآن سيتكلم يوم القيامة عن أهله وعلى أصحابه وسيدافع عنهم وبالذلك سلوة البقرة والعمران أنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما يعني إيه بتدافع عنه القرآن يعتبر أعلى مراتب الزكر أعلى مراتب الزكر الله عز وجل هو القرآن الكريم وربنا عز وجل ماذا يقول في ذكرين يقول فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يعني ايه فاذكروني اذكركم يعني عندما تذكر الله عز وجل والقرآن نحنقول الاعلى مرات بذكر الله يذكرك الله عز وجل يعني ايه يذكرك الله يعني بالرحمة والرعاية والكرم وازالة الهموم والاحزان والدفاع عنك وحمايتك من اعدائك من الجن والانس وجلسات القرآن الكريم فيها رحمة وفيها سكينة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده يبقى الرحمة والسكينة والعلماء قالوا ليس المساجد فقط ليس بيوت الله فقط بل في البيوت في أماكن العمل لما يكون في جالسات قرآنية يجتمع الناس على طلاوة القرآن تتغشهم الرحمة والسكينة ورحمة الله صلى الله عليه وسلم وتعالى وتعت للملائكة معنى أن الملائكة تأتي إلى أماكن القرآن الكريم تهرب الشياطين فتحل البركة ويزور النحس والخلاف والشجار بين الناس البيوت اللي فيها مشاكسات وفيها يعني إصراع بين أهلها وفيها تنافس وفيها عدم ود بين أهلها فيها الشياطين والعلاج من ذلك والقرآن الكريم نشغل القرآن الكريم بالمساجد لا بأس ولكن الأولى والأفضل أن نقرأه بأنفسنا وأن يكون هناك قصد من القرآن الكريم اقرأ ربع ساعة نصف ساعة ساعة حسب ما يوصل الله عز وجل ولكن ينبغي أن يكون هناك دوما قصد من كلام الله عز وجل نحن نقول أن الحرف بحسنة والحسنة وعشة أمثالها سيأتي الناس يوم القيامة ممكن على حسنة وحيدة يدخل نار جهنم العز بالله نصف الله العافية ستوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة ممكن حسنة وحيدة بس يحتاجها حتى يميل كفة الحسنات يدخل بها الجنة سبحان الله لما تقرأ كل يوم ربع ساعة من القرآن الكريم بتاخد ألاف الحسنات وعشرات الألاف الحسنات حسنة وحدة ممكن تكون سبيل في نجاتك وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون